اعلنت سعودية حظر استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات التلفزيون السعودي قال في حسابه على تويتر إن الحظر سيبدأ من التاسع صباح الأحد المقبل حتى تقدم السلطات اللبنانية الضمانات لوقف عمليات تهريب المخدرات من جهاته وصف وزير الداخلية اللبناني محمد فامي الجرائم المرتبطة بالمخدرات بأنها وباءونية تطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للبلدين بينما قال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضين قرار الحظر السعودي يشكل خسارة كبيرة للإقتصاد اللبناني لم تعود الفاكهة اللبنانية ولا خضرواتها مرغوبة في المملكة السعودية فالسلطات أعلنت حضر استيرادها أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات التلفزيون السعودي قال في حسابه على تويتر إن الجمارك أحبطت تهريب أكثر من خمسة ملايين حبة كيبتاجون مخبأة في فاكهة الرمان مستوردة من لبنان وأضاف بيان سعودي رسمي أن الحظر سيبدأ من التاسعة صباح الأحد المقبل حتى تقدم السلطات اللبنانية الضمانات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وقف عمليات التهريب الممنهجة للمخدرات على حد وصفه الرد اللبناني الرسمي لم يتأخر بدأ ببيان لوزارة الخارجية يفيد بأنها تلقت إحاطة عبر السفارة السعودية بقرار الحظر تلاه بيان لوزير الزراعة اللبنانية الذي عد قرار الحظر السعودي للمنتجات الغذائية يشكل خسارة كبيرة لاقتصاد اللبنانية ثالث المواقف اللبنانية جاء عبر تصريحا لوزير الداخلية إذ وصف الجرائم المرتبطة بالمخدرات بأنها وباء يتطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية بين البلدين حظر المملكة للواردات اللبنانية من الخضروات والفواكه قد تعوده مصادر أخرى لتلبية احتياجات مواطنها ولكن توقف تصديرها من الجانب اللبناني يعني خسارة كبيرة تقدر قيمتها بـ 24 مليون دولار سنويا ومن بيروت ينضم إلينا جاسم عجاء الباحث الاقتصادي تحياتي أستاذ جاسم يعني هذا التطور بين السعودية ولبنان المخدرات تصل إلى المملكة عبر شحنة من الرمان يعني ما تبعات هذا الأمر والأغرب من ذلك بيان وزارة الخارجية اللبنانية التي تخاطب السلطات اللبنانية بالنظر في الموضوع ومنعه فحلل لنا أصورة أخبرنا ما الذي يجري أولا تحيي لك سيدتي وتحيي للمشاهدين الكرام أنا أشكرك على هذا الدعوي في الواقع يعني هي هذا دليل يعني أنه حقيقة يعني هناك فقدين للرقابة من الجانب اللبناني بشكل كامل ونحن بنعرف أنه سبق للسلطات المملكة العربية السعودية أن أخطرت الدولة اللبنانية أنه فيه تهريب للمخدرات من لبنان ولم يكن هناك من أي من إجراءات جدية يعني تسمح بوقف هذا الأمر هلأ التصريحات والتصريحات الأخرى والأخرى على الصعيد الدولي اللبناني والطلب وزارة الخارجية من السلطات اللبنانية كأنه عم نتحدث بين دول وفي الواقع أننا بذات الدولي يعني يكفي اجتماع واحد للحكومة لأخذ قرار صارم بهذا الأمر ووقف هالمهزة لهذه ولكن للأسف يعني الحكومة لا تجتمع أيضا لأنه في قرار سياسي أنه ما تجتمع الخسائر يعني خسائر ستكون كبيري هل العمر بيت السلطات هل إن نوات السلطات التعاطي مع هذا الأمر ستستطيع سيدتي يعني هذا السؤال هو بروح أكثر نحو السياسي ولكن ما أستطيع القول لحضرتك أنه الجيش اللبناني قادر على كل شيء والجمارك لا تقوم بأي شيء الجيش إذا طلب منه سيتمكن من وقف كل عمليات سواء كان التهريب أو تهريب المخدرات والجماركة اللي هي أصلا هذا من شغلة ومن عملها ما عم بتقوم بشيء يعني نحن عنا الجماركة اللبنانية عاطلة عن العمل بشكل كامل يعني لا يوجد أي رقابة وهذه يعني مثل ما بقوله مقصودة يعني إلى حد معين مقصودة لأنه لا يمكن أنه تتهرب المخدرات بدون طواطع المشكلة الكبيرة هو على الصعيد الداخل للبناني لأنه سيكون فيه خسائر في لبنان يعني لا تنفصل أبدا السياسة عن الاقتصاد وهنا سأعود إليك بسؤال اقتصادي نظرا لتخصصك في الاقتصاد يعني الأضرار والخسائر التي سيسببها هذا الحضر من السعودية لمنع استيراد الخضار والفواكه من لبنان كيف سيؤثر على الحالة الاقتصادية المرهقة المتعبة أساسا سيدتي أكيد هذه مضرة كتير كبيرة لأنه في بعض القطاعات الزراعية تعتمد بشكل مية بالمية على الصادرات وخاصة الصادرات للمملكة العربية السعودية يعني في عنا بعض القطاعات الزراعية يلي بتصدر حصريا للمملكة العربية السعودية وبالتالي هذه الصادرات يعني رح توقف هلأ الخسائر بالمجمل نحن بنعرف أنه منصدر لكل الجي سي سي تقريبا بسنة الـ 2019 كنا 930 مليون دولار الصادرات نحو المملكة العربية السعودية بحدود 250 مليون دولار ولكن بقرار المملكة العربية السعودية حتى العبور عبر أراضيها للدول الأخرى هذا صار ممنوع لذلك نحن نعتقد أن الخسائر ممكن تصل لمستويات أعلى من هكذا كثير يعني ممكن نوصل لحدود 700 مليون دولار إذا استمر هذا الأمر وخاصة أن تهريب المخدرات صحيح اليوم المهربين يتفننون بإخفاء هذه المخدرات داخل الفاكهة والخضروات ولكن فعليا هي تطال كل شيء معلب يعني كل شيء بخص الباكاجين عم بيتم التهريب فيه لذلك هذا الأمر ممكن أنه يمتد لكل الصادرات سواء كانت زراعية صناعية أو غير شيء لذلك كثير خطرة هذه الأمر ويجب على السلطات اللبنانية أن تعي خطورة هذا القرار لأنه نحن نعرف المملكة العربية السعودية قالت بتصريح واضح أن أمنها خط أحمر لذلك لا يمكن التلاعب بهذا الأمر الذي هو مخالف للأديان مخالف للأخلاق مخالف لكل شيء كيف يتم السماح سواء عن طريق الطواطئ أو عن طريق الإهمال بهكذا أمر أنا أعتقد أن هذا الأمر خطير ويجب معالجته شكرا جزيلا لك من بيروت جاسم عجقة الباحث الاقتصادي ما سأكس